الفعاليات الكثيرة التي شارك فيها اردوان خلال زيارته لثلاثة دول في الغرب الافريقي هي انجولا وتوغو ونيجيريا تعكس اهتماما ملحوظا باتت انقرة توليه فعليا لتعزيز العلاقة مع الدول الافريقية على اختلافها افخر بانني قمت حتى الان بزيارة 28 دولة افريقية وقريبا جدا ساجري جولة جديدة لزيارة دول افريقية اخرى واتعهد بتعزيز العلاقات الاستراتيجية بين تركيا والدول الافريقية رغبة بعلاقات استراتيجية اذا لدى انقرة مع مختلف الدول الافريقية وتقول الجهات الرسمية ان العلاقات التركية الافريقية تشهد تطورا يوما بعد يوم مع المزيد من الدول الافريقية الجديدة تعلن انقرة صراحة رغبتها بتعزيز العلاقات مع افريقيا بمختلف المجالات السياسية والاقتصادية والعسكرية والامنية وتقول انها تدرك بان اطرافا اوروبية واقليمية تنزعج من تقاربها مع دول القارة السمراء فالوجود العسكري التركي في ليبيا على وجه التحديد تسبب بانتقادات اقليمية ودولية لانقرة بينما تعمل تركيا بصمت حسب متابعين في مناطق استراتيجية اخرى كالصومال وجيبوتي واثيوبيا ودول الغرب الافريقي تركيا موجودة عسكريا بالفعل في ليبيا والصومال وعدد اخر من المناطق الافريقية ولهذا السبب تتعرض لانتقادات من عدة اطراف خاصة تلك التي تعتبر ذلك تهديدا لمصالحها ولكن بالمحصلة انقرة مصرة على استمرار وجودها العسكري في تلك المناطق وعلى تعزيز العلاقات انطلاقا من ان ذلك يتم باتفاقيات مع الحكومات الشرعية المعترف بها دوليا تقول الجهات الرسمية التركية ان عدد السفارات التركية في افريقيا ارتفع لنحو 45 سفارة بعد ان كانت 12 سفارة فقط قبل تسلم الحزب الحاكم برئاسة اردوان الحكم فيما لا تعارض المعارضة ذلك طالما سيحقق مصالح الطرفين ويحترم سيادة الدول كما تقول على مصبحات الغد اسطنبول اشتركوا في القناة